ترجعنا لكم مرة تانية بعد نسب الإشغالات العالية جدا بسبب منتدى شباب العالم في شرم الشيخ عايزين نعرف مع حضراتكم أخبار النسب السياحية في الشتاء ايه في مصر عندنا لقصر عندنا أسوان عندنا شرم الشيخ عندنا الغرداء عندنا الحقيقة أماكن دافية كتير جدا ممكن العالم كله مش بس العالم كله المصرين يشتوا فيها في مصر معنا المهندس القتائز رامي فايز عضو غرفة المنشأة السياحية وعضو جمعية مستثمري البحر الأحمر برحب حراك صباح الخير أهلا صباح الخير زرامي صباح الفل منورنا أهلا بيك يعني في ظل أن العالم كله مقفل بسبب كورونا بنشوف مصر يعني بنشوف حجم سياحة يعني كويس أول حتى اللي بنقراه في الصحف أو على المواقع بنشوف بعض الصور الجميلة فلدينا الأول طمأنينة إحنا فين فين في السياحة دلوقتي مبدئيا لو أنت عايز يعني تطمئن لا تطمئن الحمد لله إحنا قد نقول المنتجع أو المنتج السياحي الوحيد اللي فاتح في دول حضر بحر المتوسط صحيح يعني اليونان حاليا قفلة أنا بكلامك بقى الوقت بالنسبة للمنفسين بتوعنا للمنفسين العرب تركيا واليونان بالضبط اليونان أفلة تركيا قد تكون أفلة شوية بس حتى لو الليرة بتاعتها وقعت بس يعني عندها إشغاد دلوقتي أكتر عشان خطر الشوبينج فقط لغير اليونان أفلة تركيا أفلة بيروت نصب بسيطة جدا تونس المغرب إسرائيل الدنيا وقفة خالص عندها قد يكون المنافس الرئيسي لينا بعد وكل دول ما الدنيا هديت كان جزر الكناري يعني نفس خط العرض بتاعنا ونفس الجو بتاعنا في كل حاجة طبعا يعني الجزيرة لها مقومات سياحية كتير جدا ولكن الجزيرة برضو قفلة عشان عليها فيها بركان شغال من شهر نوفمبر لغاية دلوقتي فالحمد لله نسب الإشغالات عندنا من السياحة الدولية عندنا كانت هيلة جدا خلال الفتر اللي فاتت ولسه إن شاء الله هتبقى وممتد لغاية ممكن شهر أربعة جاية يعني حاليا دلوقتي أكتر دول بتجنة هي ألمانيا روسيا بولندا أوكرانيا سيربيا ليتوانيا دي أكتر الدول اللي شغالين عليها في الوقت الحالي كسياحة دولية بتيجي لغاية عندنا هيا أسبانيا بتاريت ترجع تيران ليها تاني للأقصر ودي كانت حاجة بعد حوالي 12 سنة فإحنا عندنا الوقت كذا الدولة بتاريت تفتح معنا لندن فتحت روسيا فتحت وإسبانيا فتحت طبعا مع الإجراءات الاحترازية بخصوص كورونا وما إلى ذلك الموضوع ده ما بقاش بيأثر زي الأول الناس ما بقيتش بتخاف تتجه للقاهرة وغير القاهرة الأماكن الشتوية في مصر زي زمان يعني أعتقد مع موضوع أوميكرون الموضوع أقل شوية الموضوع بقى غير مخيف بالنسبة للناس واللقاحات ما بقيتش بتمنع الناس إن هي تيجي والسياح توصل مصر عشان الكلام في الموضوع ده بكل صراحة إحنا زي ما قلنا قبل كده لا وجودة للسياحة تماما في ظل وجود الكورونا ولكن قد يكون فيه تعايش فالتعايش ده إحنا النهاردة الجسد قبل ما بيروح أي دولة بيبتلي يشوف الريفيوز عن الدولة إيه نسب الإصابات في الفيروس عنده الكلام ده كله فإحنا النهاردة إحنا من الدول القليلة اللي هي طعامة كل العملين بالكامل في قطاع السياحة ودي أوريدي دي بوينت دافئة كويس جدا إن أنت لما تيجي تختاري مثلا بين دولتين يبقى تختاري دولة المطعامة كل العملين اللي هيتعاملوا معاك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حتى يعني في الباك أوفيس في أي حتة في الفنادق فدي كانت حاجة كويسة جدا إحنا النهاردة كل التعقيم في الفنادق حتى بيتم يوم بيوم على طول نسب الإشغالات في الفنادق لو الفندق سي مثلا 300 أوضة فإنت فيه برضو عدد من الغرف محدد لي لازم يتعاملوا لغرف العزل الصحي كان الأول 50% دلوقتي بعد دي 50% دي كانت نسب الإشغالات اللي مسموح أن الفندق يشتغلها يعني لو فندق ألف أوضة مسموح أنه يفتح 500 أوضة فقط لغير النهاردة إحنا نسبة إشغالاتنا 100% أنت تقدر تستوعبي كل الغرف المتاحة ليجي في الفندق بتاعك ولكن النهاردة أي جسد أسحاق هيجي عندنا وبعد الشر ينصب هنا بالكورونا فإحنا كدولة وكفندق بنبقى ملتزمين بالإقامة بتاعته وبيعلاجه بالكامل لغاية لما بيشفى أي أن كان هياخد وقت قد قيد لغاية ما يرجع بلد التاني ودي إحنا عاملين هايجا تأثير الحفلات أو الاحتفالات أو حاجة زي منتدى شباب العالم وقابلي يعني الاحتفال الكبير كان في الأقصر والطريق المميواد هل بيبقى له تأثير بشكل أو بآخر على حجم السياحة؟ كل تأكيد أنت النهاردة منتدى الشباب العالم ده عندك شباب من 196 دولة على مستوى العالم يعني هندخلنا في حوالي 8000 حضور من مستوى الدينية كلها كانوا جاء عندك هنا في موجودين في شرم الشيخ دول كلهم لما بيرجعوا وبيحطوا الصور بتاعتهم على السوشيال ميديا واتفر إيه هي البلاتفورم اللي بيشتغل عليها طبعا كل ده بيساعد لأنه بيسوق لك زي ما قولنا قبل كده طريقة تسويق بلدنا في الثمانينات غير التسعينات غير عشرين اتنين وعشرين كل حكبة زمنية لها طريقة التسويق بتاعنا احنا النهاردة كله عبارة عن التكنولوجيا يعني الفيسبوك الانستجرام التويتر كل حاجة من الحاجات دي ده كل ده بيساعد يعني احنا في موقع بالموميوات أول ما تعمل على طول كانت تاني يوم كان واخد حوالي مليار و800 مليون مشاهدة كل دول طبعا لما بيجي يتكلموا تاني يوم في الشغل في غتيفر بقى بيتقابلوا فين الناس دي كلها طبعا طريق الكباش في الأقصر والحفلة كانت جميلة جدا يعني أنا عايز أقولك أنه كل ده هيبقى لا يضاهي افتتاح إن شاء الله المتحف أنت حرق كل شوية تشوأني على المتحف لا بحرق تقول لي يعني حاجة عظيمة جدا إن شاء الله أستاذ رامي هل غرفة المنشئات السياحية أو جمعية مستثمرية البحر الأحمر بتقوم بترويج البرامج اللي هي ممكن تكون سياحية للشتاء في العالم كله شوفي احنا طريقة زي ما لسه بنقول طريقة التسويق هي بتختلف ولكن النهاردة المنتج السياحي المصري بيفرق مثلا وانا بسوأله داخليا غير خارجيا يعني السياحة الداخلية أعتقد ده ده وقتها نحن نبتلين نستثمر فيها فعليا يعني سواء السياحة الداخلية وحشتنا والسياحة الخارجية برضو كانت وحشتنا في الفضل الفاتيدي النهاردة السياحة الداخلية أنت عندك مثلا عشان تبتلين يتسوألها أنت عايز لها مقامات زي الطرق كباري قطرات فائقة السرعة يعني قطرات فائقة السرعة دي دي هتربط كل الجمهورية ببعض يعني بخطوط سريعة في وقت يعني كياسي عندك الخط الأول اللي هو هيبقى ما بين العين السخنة العالمين الخط الثاني اللي هو ما بين اسكندرية لغاية أسوان ده هياخدها بحوالي أربعة ساعة فقط لغاية صحيح عندك الخط الثالث اللي إن شاء الله اللي هنحن مسؤولين عنه اللي هو يبقى من الغردقة لغاية اللقصر عندك الخط الرابع من العالمين لغاية مطروح الخط الخامس ما بين مطروح لغاية واحد سيوى حزيمة بالكامل لكل مقاليد الجمهورية من الأربع اللي تجاه بس عايز أقول على حاجة بالمناسبة يعني فكرة الغردقة لقصر دي فكرة سوزرامي فكرة من قطر يروح من الغردقة لغاية اللقصر دي فكرته يعني والحكومة استجابت ودي حاجة جميلة ومحترمة جدا فكرة إن يبقى فيه منتج سياحي متكامل إن أنا النهاردة ممكن أشوف الأثار ويعني وتاني يوم الصبح أبقى على الشط أعتقد دي هتبقى حاجة مميزة جدا يعني طبعا أنت النهاردة أنت بتعمل ميكس ما بين السياحة الطرفية والسياحة الشاطئية والسياحة الثقافية اللي هي قد تكون اندسرت على مستوى العالم كله أنا عايز أقولك بس أن حجم التحديات اللي بيتجلنا من بره حتى نهاردة نشغالين يعني من بره برضو يعني عايز أقولك يعني أقولك إيه أقولك النهاردة مثلا أن بريطانيا عاملة أوفرز في 2022 لشركتين منخفض التكليف اللي هي الطيران الشارط اللي نقول عليه تطلع من أي حتة من لندن تروح 11 بلد في أوروبا 11 دولة أولئك منها ألمانيا النرويج دينمارك الليتوانيا الزغري بوتيفر كرواتيا بقى أقل من 11 يورو الرحل 11 يورو يعني مش مكملة حتى 200 جنيه سيجرنا نشاطرين بقى في الحتة دي هو ده اللي أنا كنت عايز أسأل عليه إحنا إزاي بنقدر نعمل أوفرز وبنقدر نعمل تسويق بشكل أو بآخر ليه الأماكن الشيقة جدا الشتوية اللي موجودة في مصر شوفي احنا النهاردة ده شق طيران احنا شق سياحة وفنادق بالنسبة احنا عايزين بقى الخدمة المتكاملة المتكاملة دي قريدي احنا بترينا نشتغلها فعلا ولكن طبعا مش بالأرقام دي دي شركات طيران بيبقى عندها مثلا شورتج في لينك معين في خط معين فبتعمل عليه الأوفرز ده بس لما تعمل على 11 دولة في أوروبا بقى أقل من 11 يورو طبعا أنا بدل ما أنا أعمل أجي لغاية مصر مثلا أربع ساعات طيران أدفع لي مثلا فيها 300 400 يورو أو دولار وكمان لسا عامل أقامة مثلا زيهم يعني 800 دولار لا أنا أروح مثلا بلد زي زغرب رخيصة بلد زي اسطنبول مثلا رخيصة النهاردة اسطنبول العملة بتاعتها وقت بالنسبة حوالي 60% صحيح فحتى لو هي النهاردة عندها مشاكل كتير بس بالنسبة لي أنا كسياح هتبقى بلد رخيصة صحيح فحشان كده احنا كل دي بتبقى تحديات لنا هنا كسياحة احنا عندنا بس الجزئية بتاعت الطيران دي ويمكن اتكلمت محرك فيها أكتر من مرة دي محتاجة يعني محتاجة نظرة مختلفة يعني لأن أنا أعتقد أن منتج الطيران ده بالذات لو تم الحل فيه وشوفنا الطيران بالأسعار اللي بنشوفها في أوروبا أعتقد هيفرق مع البلد كلها يعني بالذات هو شوف ولا يوجد سياحة بدون طيران هو ده اللي هيجيب لي السياحة طبعا بس يمكن طيران من غير السياحة انت ممكن تتنقل من دولة لدولة مش لغير السياحة طبعا يعني احنا بنأمل احنا عاملين كده احنا الريدي احنا عاملين دلوقتي خاص من حوالي 50% على الهبوط والأقلع للطيرات اللي بيعلي التذكرة عادة بتاعت الطيران بيكون الدرائب ولا بتكون ايه مين اللي بتبقى الدرائب مين اللي بتبقى الدرائب بس دايما فيه درابتين فيه درائبة من الدولة التي أقلعت منها وطيارة اللي هي تنزل فيها يعني احنا عندنا بناخد درائب والدولة التي طلعت منها الطيارة برضو هي كمان بتاخد درائب هل فيه خطة لتخفيض الدرائب في هذه الجزئة؟ سدي احنا عاملين خطة لمسلا تقليل قيمة تزويد الوقود في الطيرات اللي بتجدنا هنا على منتجات زي شار مغردق أو مرسى على مين لي اكتر عاملين 50% دلوقتي على الأقلع والهبوط لان استخدام الرنوان ده بيدفع لفلوس الإيواء بتاع الطيارة اللي هو الطيارة هتبات عندي في المطار طبعا وريدي برضو معمولة عليها 50% فاحنا بنحاول برضو من ناحيتنا يعني بس في نفس الوقت ما نقدرش ننزل بالمنتج السياحي بتاعنا لأقل من كده عشان كده احنا بترينا نعمل حد أدنى للأسعار عشان نرفع شوية لا حد أدنى انت حرق بتعمل حد أدنى للمنتج السياحي نفسه في الفندق وده احنا كنا بنطالب بإني هو هو نفعش يجي معلش يعني أجيب السياح المفلس عشان هو معاه 100 دولار في جيبه فأجيبه هنا يقول لك أروح مصر شاب رأي الدنيا لكن احنا الطيران لو رخص لأ دي حاجة كويسة صح كده زبط كده احنا عملنا حد أدنى فعلا يأسحاء للإقامة في الغرفة الفندقية يعني كام يا فاندم يعني وليكن الفندق الخمس نجوم هيكون الميليمام بتاعه 50 دولار للفرد في الليلة يعني ما ينفعش الفندق ده مثلا كان ممكن يبيع بـ 12 و 13 دولار هيشربهم مية تجيب لهم مرض ونتفضح في العالم زي ما حصل يا فاندم وده اللي حصل يا فاندم في الغرفة الفعل اللي انت بتقصدها نحن النهاردة بتريد نعمل الكلام ده كده عشان نرفع الكواليتي بتاعت المنتج اللي أنا بقدمه طبعا أنا مش برفع بس قيمة الفندق عشان خاطر اللي بيشتغل في الفندق أو صحاب الفندق لا احنا بنعمل كده عشان رفع القيمة ورفع الكواليتي اللي انت بتقدمها للمنتج السياحي بتاعك اللي النهاردة بقت قضية أمن قومي حتى النهاردة الساعة تبقى حصل مشكلة من حوالي شهرين مية بالزبط كده حصل مع جنسية معينة حصلتنا مشكلة كبيرة وده اللي يلي ان الرجل كان بيبيع بحوالي 14 دولار في الليلة وده ده يعني مش مقبول أبدا تماما طبعا أنا النهاردة بستخدم الفندق وبستهلكه بستهلك العربية بستهلك كل المقاومات بتاعتي بتراب الفلوس إنما النهاردة لما أنا عملت قيمة سعرية فكسد مفيش حد أبدا هيقدر ينزل عليها اللي هي عملية حرق العصار اللي كنا بنسمع لها لو فندق خمس نجوم بيبيع مثلا ب 30-40 دولار لو فندق أربع نجوم بيبيع مثلا ب 15 دولار الدنيا كده بايزة عملنا الحد الأدنى وضرائبيا هيتحاسب على الحد الأدنى طبعا يعني فيش حد أكثر بس في حد أدنى هيتطر بأكبار إنه هو يعمل بالخمسين دولار بالزبط كمان السائح نفسه اللي هيجي على أقل ب 50 دولار هيبقى عند القدرة الشرائية يدخل محل يشتري حاجة يروح السوبر ماركت يشتري حاجة يركب تاكسي لكن أعتقد اللي كان بيجي ب 15-14 ده خلاص ما بقاش ده موجود كده كده نوعية الجسد نفسها اللي بقت تيجي بلدنا بقت الدنيا مختلفة خالص أنا النهاردة لو كان بيجي لي 13 مليون ساياح بيجيبوا لي 13 مليار دولار وابقى أنا القطاع السياحي بيخش نمرأة 2 أو 3 في موازنة الدولة للدخل القومي النهاردة 13 مليون ساياح دول لو أنا على حد الأدنى هيجيبوا لي حوالي 18 أو 19 مليار دولار يبقى هنا تفرق يبقى هنا حصل الجاب وحصل التفرق في السياح إزاي رصدنا نتائج وسمار منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إزاي الشباب قدروا يروجوا من وجهة نظر هيئة السياحة أو الغرفة إزاي رصدتهم النتائج لمنتدى شباب العالم حد دروقتي أنت شوفي اللي كانوا عملوا على البلاتفورم اللي سجلوا أريدي الدخول أو عشان خاطر يحضروا كان أكثر من حوالي يمكن 30 أو 40 ألف اللي عايزين ييجوا يحضروا هنا تم اختيارهم طبعا بعناية وتم هي طبقا لكرياتيريا ومصفات معينة ودخلوا حوالي من 7000 إلى 8000 شاب من مستوى العالم كله جيه هنا بلدنا نسبة طبعا إشغالات فنادق شرم الشيخ كانت فولي بوكت كان 100% ما كانش فيه نسب إشغال خالص فاضية في كل الفن دي من أول الفندق النجمتين لغاية الخمس نجوم ده طبعا هنفضل نجني سمر الموضوع ده لمدة كذا شهر قدام وقبل كذا شهر قدام إن شاء الله هيكون عندنا افتتاح لهو المتحف الجديد بتاعنا هنا في القاهرة في الهرم فيعني إحنا فيه متوالية على طول إحنا ما بنعودش ثلاث شهور ساكتين إحنا لازم بيبقى فيه حدث جلل بيحصل وإن شاء الله هنفضل ماشينا على كده فكرة كمان تنوع المنتج السياح أنا بشوف شغالين يعني الرئيس كمان كان عامل الاجتماع من يومين بتكلم على سانت كاترين وأعتقد ده برضه لو تعملوا ضجة بشكل كبير جدا العائد مش هيب على منطقة سانت كاترين بس لكن أعتقد على السياح كلها بنت آخر مرة إسحاق روحت سانت كاترين يمت أنا؟ ممكن أنا في عدائي دي مسانوي يعني كانك ورحت ورش النهاردة سانت كاترين بتعمل فيها مشروع يسمى مشروع التجلي الأعظم رئيس كان عامل اجتماع تقريبا أول مشروع التجلي الأعظم ده وإحنا هنحافظ على تيبغرافية المكان وخصائصه الروحانية ولكن مشروع التجلي الأعظم ده بيتعامل هناك في مجموعة فنادق بطراز معين عشان ما تفقدش المكان هبته وروحانياته ده المكان الوحيد في العالم اللي تجلى فيه ربنا فعني ده أنا لازم برضه أنا أستغله سياحيا أنا هو مطروك للدير فقط لغير مفوش أي نوع من أنواع الاهتمام ده كان في الأول إنما في الوقت الحالي احنا مهتمين جدا جدا بسانتي كاترين والافتاح بتاعها إن شاء الله هيكون في 2022 عندك كمان فيه عايز أقولك أن احنا مهتمين جدا بمنطقة زي شرع المعز شرع المعز وضرب المغربة وباب الفتوح اللي هناك ده كمان بيتعامل فيه النهاردة فندق عبارة عن 28 جناح فقط لغير ده فندق جديد بيتعامل هناك هيبقى الوجهة بتاعته بالكامل على الشرع المعز كل الوجهات بتاعت الكاهرة مثلا الفاطمية هتبقى كلها شكل واحد بالأرابيسكو بلون واحد مصر بتتغير يسحب طيب عايز أرجع مع حارتك على نقطة تشجيع السياحة الداخلية للمناطق المختلفة في جمهورية مصر العربية إزاي نقدر أن احنا نشجع السياحة الداخلية عن طريق تخفيض أسعار الطيران مثلا أو تخفيض أسعار الفنادق للمصريين دايما فنادق يكون لها سعرين سعر الأجنبي وسعر المصري هل في مبادرات من خلال غرفة السياحة بهذا الخصوص؟ المبادرات دايما بتطلع وقت ما بنكون إحنا عندنا فيه فائد الغرف السياحية أو الغرف الفندقية ما بيبقاش فيها إشغالات كويسة من السياحة الدولية اللي بالجنة لأن عصب السياحة في مصر هي السياحة الدولية وليست السياحة الداخلية ولكن السياحة الداخلية أنا ما أقدرش أتجاهلها أو أهملها يعني ده يعتبر بالنسبة لي هذا زي المسكن في حالة انخفاض شوية السياحة الدولية إحنا كنا أورادي عاملين المبادرات زي المبادرة بتاعت السنة اللي فاتي كان اسمها شتي في مصر كنا عاملين السنة دي مبادرة اسمها ساني كريسموس ده عشان خاطر راس السنة والكريسموس إحنا لوحدين زي ما أقدر حضراتك كله إحنا اللي كنا فتحين في الكريسموس في نصف السنة هنا في سوريا نقاس في النيونير كان عندنا حوالي مثلا من السياحة الروسية حوالي 550 ألف سياحة الروسية يوم راس السنة فقط لغير ما بين الغرداء وما بين شرم الشيخ هيا تحية لللي بيختار الأسماء ساني كريسموس وشتي في مصر الأسماء عظيمة للمبادرات أنا عايز أسأل حضرات كمان يعني بعد عودة السياحة الروسية خلال الكم شهر اللي فات أنا بكلم يعني برضو كم شهر اللي فات ولسه في كورونا ولسه الدنيا بس هل فرقت معنا وجود السياحة الروسية بهذا الشكل؟ شوف إحنا السياحة الروسية من قبل 2015 قبل حدث الطائرة الروسية كان جنا في آخر سنة يعني ما بين 2014 و 2015 4.7 مليون سياح روسي اللي جنا من بعديهم زيرو فأنا قريدي يعني تلت السياحة المصرية كان بيتيجي من السياحة الروسية أنا النهاردة بقى من ساعة لما فتحنا الأجواء للطيران الشارتر المنخفر التكليف ما بين كل ولايات روسيا الاتحادية لشارم وغرداء أو مرس عالم اللي جنا لغاية دلوقتي حوالي 600 ألف سياحة روسية حلو جدا في ظل الأوضاع أهلي من حوالي ثلاث شهور في ظل الكورونا في ظل الميكرون ابترينا بطيارتين في الأسبوع في أربعة في الأسبوع النهاردة بقى تجينا حوالي 28 طيار يا رب في ازدياد ده حاجة حلوة جدا طبعا غرفة السياحة شغالة على أي الفترة الجاية لتطوير المناطق المختلفة للسياحة غير سانت كاترين حردك قلتها شغالين طبعا في الوقت الحالي على مصر عائلة مقدسة بنتور لسه في الوصف بتاعته احنا عمليين حوالي 8 نقاط في الزيارة ولسه شغالين عليهم لغاية لما يخلصوا بالكامل ان شاء الله يعني فيه جدول زمني مش بعيد ممكن بنشتغل عليه أوريدي القاهرة الفاطمية بندعم مع ناحية تجميل القاهرة شغالين مع أكتر من جهة فيها شغالين في تدريب كل العملين في قطاع الفنادق بالكامل من أول البلمان اللي بيشلك الشنطة أو بيفتح لك الباب لغاية الجي ام بتاع المدير الفندق كل دول شغالين مع الاتحاد الأوروبي واخدين معونة منه حوالي 300 مليون يورو عشان الخطر بنضرب كل العملين في كل قطاع السياحة بالكامل ما فيش حد يشتغل بيتحتك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع الجسد أو مع السايح غير ما يكونوا أخذ التدريب هلو جدا طبعا يعني برضو كنت عايزة أسأل حضرتك في نفس الإطار في فكرة التدريب مش بس للعملين في السياحة زي نشر الثقافة السياحية في المجتمع اللي فيه المنتجعات زي شرم الشيخ وزي زي مناطق البحر الأحمر وماكن تانيين يعني مثلا عندك في الغرداء النهاردة فيه نهاردة كلية السياحة والفنادق هناك بتتأمل هي عشان أبتلي أطلع كوادر يعني ناشئة صغيرة تبتلي طلع درسة وتشتغل على من أهل المنطقة ومن أهل المنطقة بالضبط قليل جدا في البحر الأحمر يسحق على فكرة لما بتلاقي حد بطاقته ما كتوب عليها البحر الأحمر أي صحيح يعني معظم يأما جايين من سعيد مصر يأما من القاهرة وبيروح ناكي يشتغل صحيح فنهاردة ببتلي أعمل هي التنمية المستدامة وبتلي أعمل التوطين الفعلي عشان يبقى أنت النهاردة بتشتغل هنا وإقامتك هنا ما تبقاش إقامتك على في البطاقة مثلا على مصر الجديدة أو إنا أو أوسط إيه نوع التدريب اللي بيتم للعاملين في قطاع السياحة حارك تكلم عن تدريب بشكله إيه هل هو يتعلق بالصحة بكورونا ولا يتعلق بالتعامل مع السياح بيتعلق بإيه هذا التدريب التدريب الخاص بالكورونا ده قريدي خلاص كلنا أخدناه بالكامل كيف تتعامل مع الشخص الغير مصاب وبتاعتبره مصاب إلى أن يثبت العكس وبيطلع على هو البي سي أر لأن أي حد بيجي بلدنا النهاردة لازم بيجيب معايا البي سي أر أنه هو نيجدف لغاية 48 ساعة اللي بيجي من غير البي سي أر بنعمله بي سي أر عندنا في المطار وبنتطمن عليه وبنقول له تفضل ده بالنسبة للكورس بتاع الكورونا بالنسبة لبقية الحاجات اللي بيخدها في التدريب بيأخد حاجات اللي هي السلامة الصحة النظافة الشخصية بتاعته طريقة الكلام البادي لانجوش اللي هي لغة الجسد طريقة التعامل مع الجسد الإتيكيت كل حاجة ما فيش حاجة ما بيخدها طمعا أنا وقت خلص لكن أنا كنت عايز بس السؤال سريع هي مرسة على ماشتة أو مصيف لاتنين ماشتة أو مصيف ماشتة للمشاتيين ومصيف للمصيفين أشكرك جدا أستاذ رامي فايز وعضو غرفة المشات سياحية وعضو جميعية مستثمر البحر الأحمر نورتنا جدا أنا شرفت بيك فاند ويرب كل خير شكرا لكم كمان مشاهدين على المتابعة نقبلكم بكرة إن شاء الله ساعة 9 صباحا في برنامج صباح نور خليكم معنا صباح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة